مرحبا بكم في هذا الدرس نشرح مقالا من موقعي VOA News عنوان المقال ICC Undeterred by U.S. Sanctions Threats ICC المحكمة الدولية الجنائية Undeterred لا يعيقها أو لا يعرقلها U.S. Sanctions Threats تهديدات بالعقوبات من طرف الولايات المتحدة يعني أن المحكمة الدولية الجنائية لا يعيقها تهديدات الولايات المتحدة بفرد عقوبات The International Criminal Court says it will continue to conduct its business as usual one day after the United States threatened to impose sanctions on ICC officials if the court investigated U.S. activities in Afghanistan المحكمة الدولية الجنائية The International Criminal Court سقول بأنها ستستمر في القيام بعملها كالمعتاد says it will continue to conduct its business as usual يوما بعد تهديد الولايات المتحدة بفرد عقوبات على موظفي المحكمة الدولية الجنائية One day after the United States threatened to impose sanctions on ICC officials إذا ما قامت المحكمة بالتحقيق في أنشطة الولايات المتحدة في أفغانستان If the court investigated U.S. activities in Afghanistan لا تقلقوا سنشرح الكلمات بشكل أكثر تفصيلا وببطء في نهاية المقال في نهاية الدرس وسأقوم كذلك بطرح أسئلة اختباركم في هذه الكلمات A statement Tuesday from the Hague-based court said The ICC as a court of law will continue to do its work and deterred in accordance with those principles and the overarching idea of the role of law ويقول تصريح يوم الثلاثاء من طرف المحكمة التي تجد بلاهاي هيغ يعني لاهاي The Hague يقول هذا التصريح بأن المحكمة الجنائية الدولية ICC كمحكمة قانون as a court of law ستستمر في القيام بعملها غير معرقلة will continue to do its work and deterred and deterred لن يعيقها أو يوقفها أي شيء in accordance with those principles and the overarching idea of the role of law طبقا لهذه المبادئ وللفكرة الشاملة لسلطة القانون in accordance with يعني طبقا لهذه المبادئ overarching idea the overarching idea الفكرة الشاملة العامة وقال مستشار الأمن الوطني الأمريكي John Bolton said Monday the U.S. would refuse to cooperate in any way with the tribunal if it carries out a prospective investigation into allegations of war crimes by U.S. military and intelligence personnel in Afghanistan وقال مستشار الأمن الوطني الأمريكي John Bolton يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة سترفض التعاون cooperate سترفض أن تتعاون بأي شكل من الأشكال مع المحكمة إذا ما قامت بتحقيقها المحتمل Perspective Investigation في مزاعم جرائم الحرب into allegations of war crimes من طرف موظفي الموظفين الأمريكيين يعني موظفي الموظفين الجنود والاستخبارات الأمريكيين في أفغانستان military مرتبط بالجيش عسكري intelligence استخبارات personnel موظفي موظفي الجيش العسكريين والاستخبارات advisor مستشار هنا would تعني سوف سوف ترفض in any way in any way بأي شكل من الأشكال in any way بأي شكل من الأشكال tribunal محكمة هذه الكلمة tribunal يمكن نطقها بـ tribunal أو وتعني محكمة بولتن بولتن بالمصادقة على المعاهدة التي أنشئت بمجيبها المحكمة سنة 2002 بولتن قال بولتن 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 المعاهدة التي أنشئت بمجيبها المحكمة يعني هذه المعاهدة هي التي أنشأت المحكمة وقال بأن الولايات المتحدة لا تعارضوا محاسبة المجرمي الحرب وقال بأن الولايات المتحدة لا تعارضوا محاسبة المجرمي الحرب لا تعارضوا محاسبة المجرمي الحرب وفعل يعني يحاسبه يجعله يحاسب على جرائمه أمام محكمة أو أمام القانون وقال بأنه بدلا من ذلك يجب أو ينبغي أن يواجه الاتهامات من طرف حكومات وطنية ذات السيادة إذا ما كانت هناك جرائم مزعومة بدلا من ذلك ينبغي أن يواجه تهما من طرف حكومات وطنية ذات السيادة إذا زعيمة ارتكاب جرائمه وإذا زعيمة أن هناك جرائم قد وقعت وalleged جاءت من فعلة التي تعني يزعم ويزعم هو أن تقول بشيئا دون ذليل أن تقول بأن فلان مجرم ولكن ليس لديك أي ذليل على ذلك قد يكون صحيحا أو قد يكون خاطئا ويقول بعدما يكون صحيحا أو قد يكون حقيقة قد يكون صحيحا أو قد يكون صحيحا أو قد يكون صحيحا أو قد يكون يجب أرى السيادة من إبعى الواقع أو تقرز أي خطر من خطر حركة وقال بولتن بأن المحكامة الجنائية الدولية إذا ما قامت بتنفيذ تحقيقها في أفعال الجيش الأمريكي أو الأفعال العسكرية الأمريكية في أفغانستان فإن الولايات المتحدة سوف تمنع المدعين العامون من دخول البلاد وستجمد كذلك أموالهم أي أموال قد يمتلكونها في المؤسسات المالية الأمريكية مؤسسات مالية وستحاول كذلك مقاضاتهم في محاكمة أمريكية يعني الولايات المتحدة ستحاكم أو ستقاضي مسؤولي المحكمة الدولية في محاكمة أمريكية prosecute prosecute يعني يقاضي يحاكم في محكمة attempt يحاول attack on millions of victims هجوم على الملايين من الضحايا victims ضحايا عامل في غمانيا في عامل سوف تقاضي عامل أموال في شهر نوفمبر الماضي قالت المدعي العام الرئيسي لدى المحكمة الدولية ICC فتوى بن سودا من غامبيا بأنها قد تحقق فيما وصفته بجرائم حرب من طرف أعضاء لدى القوات المسلحة الأمريكية War Crimes by Members of the United States Armed Forces Armed Forces قوات مسلحة ومرافق الاعتقال السرية في أفغانستان Secret Detention Facilities in Afghanistan Detention اعتقال Facilities مرافق قد أني أمكنا بنايات مخصصة لخدمات عام Used by the CIA التي تستخدمها C.I.A Particularly in 2003 and 2004 بالخصوص في سنة 2003 و2004 وقالت بأن الطالبان وشبكة حقاني التابعة لها بالإضافة إلى As well as بالإضافة إلى القوات الأمنية الوطنية الأفغانية ستستقصى كذلك أو سيشملها كذلك التحقيق Would also be investigated ستكون also كذلك يعني ضمن التحقيق ستحقق سيحقق فيها The U.S. Defense Department objected to the possible probe and said it was committed to complying with the laws of war ووزارة الدفاع الأمريكية عرضت التحقيق المحتمل وقالت بأنها ملتزمة بالامتثال لقوانين الحرب Defense Department وزارة الدفاع Objected عرضت Possible probe تحقيق محتمل Probe تحقيق Committed ملتزم Complying امتثال Laws of War قوانين الحرب Amnesty International Official I would say Acqui Immediately booked the U.S. position Saying Its rejection of the ICC's legitimacy Is an attack on millions of victims and survivors Who have experienced the most serious crimes Under international law And undermines decades of groundbreaking work By the international community To advance justice Adutsey Acqui موظف لدى منظمة العفو الدولية ندد أو انتقد وبدد موقف الولايات المتحدة قائلا بأن رفضها لروء اعتراضها على شرعية المحكمة الدولية الجنائية وهو هجوم على الملايين من الضحايا Victims والناجين Survivors الذين عانوا من أكثر الجرائم خطورة The most serious crimes في ظل القانون الدولي Under international law وتقوض عقودا من العمل الرائد من طرف المجتمع الدولي International community لجعل العدالة متقدمة To advance justice لأتقدم بالعدالة أو لنشر العدالة Groundbreaking رائد Groundbreaking work يعني عمل رائد Legitimacy شرعية Rejection رفض Immediately فورا Repoked إنتقدا وبدد Undermines يقوض يعني يعتبر شيئا غير مهم يقلل من أهمية شيئا ما Acquist said The US should sign the Rome Agreement Creating the Court And Support Not impede Its investigations The ICC prosecutes The most serious crimes And the international law Genocide War crimes Crimes against humanity And the crime of aggression Resuming attacks against the court Sends a dangerous signal That the United States is hostile To human rights And the rule of law وأضافت أكوي قالت أكوي Said بأن الولايات المتحدة يجب أن توقع على اتفاقية روم Should sign the Rome Agreement اتفاقية روم التي ينشئت بموجبها المحكمة Creating the court وأن تدعم لا أن تعيق تحقيقاتها Support Not Impede Its investigations The ICC The ICC Prosecutes المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الجرائم الأكثر خطورة Most serious crimes في ظل القانون أو بموجب القانون الدولي Under international law Under هنا تعني بموجب كذا مثل Genocide الإبادة الجماعية War crimes جرائم حرب Crimes against humanity جرائم ضد الإنسانية And the crime of aggression وجريمة الاعتداء Resuming attacks against the court Sends a dangerous signal That the United States is hostile To human rights And the rule of law الاستمرار في هجومات Resuming يعني تئناف الهجومات ضد المحكمة يرسل إشارة خطيرة بأن الولايات المتحدة هي معاذية Hostile معاذية لحقوق الإنسان Human rights ولسلطة القانون The rule of law هنا كلمة Resume تعني استأنف يعني أن تستمر في القيام أو أن تبدأ عملا بعد أن كنت قد توقفت عنه كنت تدرس الإنجليزية لسنة توقفت شهرين And then you resumed learning English استأنفت بدأت من جديد في تعلمي الإنجليزية Resume The ICC was designed to be permanent and independent and independent of national governments as it investigates war crimes crimes against humanity and genocide But Bolton said the ICC has been ineffective and Unaccountable المحكمة الجنائية الدولية The ICC صممت لتكون دائمة ومستقلة عن الحكومات الوطنية was designed to be permanent دائمة ومستقلة independent عن الحكومات الوطنية national governments عندما تقوم بينما تحقق في جرائم الحرب as it investigated war crimes وجرائم ضد الإنسانية crimes against humanity والإبادة الجماعية genocide هنا كلمة genocide جاءت من أصل لاتيني geno تعني geno تعني عرق geno يعني عرق من البشر side قتل كأنك تقتل عرقا من البشر إبادة لكثير من الناس ينتمون لعرق معين كما فعل هطلر مع اليهود وكما وقع في أفريقيا في رواندا But Bolton said The ICC has been ineffective لكن بولتن قال بأن ICC The ICC المحكمة الجنائية الدولية بأنها كانت غير فعالة ineffective غير فعالة و غير خاضعة للمساءلة Unaccountable يعني غير خاضعة للمساءلة ويقصد بها بأن شخص غير خاضع للمساءلة أو دولة أو هيئة غير مخاضعة للمساءلة يعني يمكنها أن تقوم بما شاءت ولا أحد سوف يحاكمها ويقاضيها كأنك تقول بأنها فوق القانون الآن سوف أقوم ب اختباركم في بعض الكلمات من المقال undeterred undeterred لا يعيقه شيء لا يعيقه شيء يستمر في القيام بشيء ما رغم النكسات والصعوبات المحكمة الجنائية الدولية the haig the haig the haig يعني lahai lahai وهي مدينة في هولندا threatened threatened هددا هاول أن تعطي المقابلة العربي قبل أن أقوله sanctions sanctions عقوبات investigate investigated حقق استقصى in accordance with in accordance with طبقا لي principles principles مبادئ over arching idea over arching idea over arching idea فكرة عامة فكرة شاملة security 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 أمن advisor مستشار refuse to cooperate يرفض التعاون refuse to cooperate investigation into allegations investigation into allegations تحقيق في مزاعم تحقيق في مزاعم intelligence personnel intelligence personnel موظفي الاستخبارات war crimes war crimes جرائم حرب jurisdiction jurisdiction سلطة قضائية nations 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 أمم 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 ratified والفعل هو ratify ratify يسادق على يوافق على يصادق treaty 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 معاهدة oppose 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 يعارض accountable 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 مسؤول sovereign 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 ذات سيادة ذات سيادة ذات سيادة كاريزاوت if the ico carries out the investigation هذه الكلمة الأشراحة سادعكم تبحثونا عنها ماذا تعني هذه الجملة The ICC carries out the investigation أكتبوا الشرح في أتعليقات The ICC carries out the investigation The ICC carries out the investigation Judges Judges Quضات Prosecutors Prosecutors مدعين عامون Financial institutions Financial institutions مؤسسات مالية Ban يمنع Prosecute يقضي يحاكم Detention Detention حاول أن تكتب شرح هذه الكلمة كذلك في التعليقات Detention Network شبكة Security Forces Security Forces قوات أمن شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس آخر مع خبر جديد شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة المتابعة